السلام عليكم نتمنى تكونوا بألف خير ونقول لكم مع وتانية مرحبا بكم عندي في القناة عالم حكيمة الوصفة ديلي اليوم هي خبز الدهر بطريقة اللي هي بسيطة وسريعة بلاد ليك بلاعجين وغير بالشوكة أو لا الفورشات كما كان نسميوها واللي غدي نجح معاكم من أول جريبة بحال المهمات اللي مولي فين كيديرو هدي أعوام الوصفة ديلي اليوم فكرت فيها لأنه بزاف ديلي مبتدئة لم تعرفوا شي أجنو والتي يجيهم تقيل أو لا عندهم جلجانة إذن هدي وصفة مبتكرة سهلة جدا غدي تفيدكم بالسهل بسم الله بالنسبة للمقادر عندي زلافة ديال الفينو أو لا دقيق القمح الصلب زلافة ديال الفورش وزلافة ديال دقيق القمح الكامل بنخالته شوية ديال الملح معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية ملوء جدا ججم عرق ديال الزيت البلدية ومعلقة كبيرة ديال السكر الخاشين والمياه في طبيعة الحال إذن بسم الله سأبدأ معكم في الطريقة أنا سأجنف هذه البولة ولكن رأيكم ما تشوفوا ما كين لاجنة لديك إذن سأخلص الدقيق ديالي بالنسبة النوعية ديال الدقيق ممكن تستملوا أي حاجة بغيتها إذا ما بغيتوش لتات الأنواع ممكن تكسافيو غير بالفينو والفورش أو لا غير بدقيق القمح الكامل كنضيف الدقيق اللي عندي كامل كنحركم زيان غير بالشوكة أنا غتشوفوا لخدمة ديال هاد الخبز هذا حقيقة ديال المعجازات وديال كل نهار بلما تعيي منه لأنك غير بالفورش تتخلطي وها هو وجد معك إذن من بعد ما كينس جميعنا الدقيق مع بعضياته كنضيف رشة من الملح حسب الضوء غالبا يعني واحد الملعقة صغيرة من الملح كنضيف واحد الملعقة ديال السكر الخشين أو للسكر سنيدة ممكن استبدالها بملعقة من العسل فالغرض ديالهم نفس الشيء يعطينا لون يعني محمر زوين كنضيف جوج ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ممكن كذلك الزيت النباتية العادية غير لقييمة غدائية أكتر نفضل زيت الزيتون في الخبز ديال ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية إذن كنخلط لعناصير كل ها اللين ديب طبيعة الحال ونبقى بإضافة المياه بالنسبة للكيسان راني استعملت هاد الكاس الكبير ديال تقريبا ميتين أوربعين ميلي نتر استعملت منه جوج كيسان إلا روبع كنخلط غير بالشوكة بالفورشات كيما كتشوفوا حتى ما كيبقاش يبن عندي دقيق تقريبا يعني كنحاول أنني منلقاع كل مرة نجبد الطحين وكيما غدي تشوفوا معايا كنخلط غير بالفورشاتة وبطبيعة الحال فالدقيق كيبقى حسب نوعية الدقيق كين العجينة اللي كتنطس الماء بسرعة يعني على حسب النوعية فأنا هدا هو القياس اللي درس وبالكاس ديال اللي عنبا فالقياس هو خمسات الكيسان إلا روبع هو من القياس اللي درس أنا إذن كنخلط العناصير كل ها والدقيق العجينة ديالي غير هكا بالفورشات كيما شفتوا معايا كنخليها مرخوفة كيما لاحظتوا وكنغطي لها بسلوفان باش تطلق راسها وباش القلوتين يتطلق واتتعجن من هالرسها خليوها ساعة كاملة ونرجع لها ان شاء الله هدا هو القياس اللي استعملت جوج منه شاط منه إذن كيما قلت لكم استعملت جوج كيسان إلا روبع من هادو من الحجم كبير ب140 ميلي دائما العجين فها هو كيفاش يكون من اللي كيخمر أردو البال العجين مخصوش يكون قاصح يعني مليد خلطوه بالفورشاتة ما تنوش أن العجين يكون قاصح في نفس الوقت مخصوش يكون سائل يعني كيما شفتوا القوام اللي شفتوا هو اللي تبقوا بالضبط وتفكروني في هاد الخبز هادا إن شاء الله إذن كنوضح فوق الرخامة اللي غادي نخدم من فوق منها غير كنحركو راك تشوفوها راهم دلوك لراسو يعني غير كنحركو صافي كينساج مننا هانتوما كيما غادي تلاحظوا معايا فغادي نحاول أنني غير نجمعوها كنديرو حربو الطويل باش ها كان قدر أنني نقسمو فهو بهالطريقة هادي كي تدلك بلا عذاب بلا يعني ما يحتاجه لعجانة لا دليك لا تشي حاجة فقط الوقت يعني ساعة غادي يخمر مزيان وتضاعف الحاجم ديالو مزيان وغادي يقولي إن شاء الله يعطيكم واحد العجين اللي هو خفيف 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 بدون أدنى مجهود إذن كان قسم هاد العجينة إلى كوايرات أنا استعملت خمسة الكوايرات ممكن إذا بغيتو خبز كبير تديرو غير ثلاثة وده ممكن بغيتو أصغر من هذا تديرو يعني سبعات ديال الكوايرات كنحرب لهم بهالطريقة هادي كنقورهم غير في السطح العمل باش يجي السطح ديالهم أملس وكنخليهم عودتاني يرتاحوا غير خمسة دقيق ومن بعد كنبسطهم إن شاء الله كي ما غادي تشوفوا إذا من بعد ما ارتاحوا الكوايرات ديالي فبطبيعة الحال دائما بمساعدة دقيق القمح أو لدقيق الفينو يعني دقيق الساميد اللي يكون ناعم جدا كنحاول أنني نبسط وكنوضعهم بطبيعة الحال فوق من واحدة الطاوة بدون استعمال لا البابي كويسة لا ورق الطبخ لا تشي حاجة يعني كنناخد الطاوة ديالي يجي الفران كنرش فوق منها دقيق الفينو أو لدقيق الساميد الناعم كي ما غادي تشوفوا معايا وكنوضع فوق منه الكوايرات مباشرة اللي شاط لنا كنوضعوها فوق واحدة الإناء اللي كنكونو حاطين فيه الزيف ديال الخبز بطبيعة الحال باش ما تلصقش لنا إذا كي ما غادي تشوفوا كان بسطهم يكونوا رقاق يعني ماشي عراض باش يلاه الخبز يجينا يعني من اللي يتنفخ يجينا القاوام دياله هو هذك ماشي يجينا معجل المد الداخل يعني كان بسطهم بهات الطريقة هذي اللي كتشوفوا واحد سنتيم تقريبا في العرض لا أقل ولا أكتر سوف يكن غنكمل بهات الطريقة حتى كان دلك قاع الخبزة اللي عندي وغادي نعود نخليهم في هذه المرحلة يعني خمروا واحد ربع ساعة حتى يكبان لين الحجم ديالهم عودتاني تضاعف من بعد ما خمروا إذا حبتوا أنكم تسرعوا الاختيمار سخنوا الفران سبعين دراجة وطفيوه وعادي اضعوا فيه الطاوات ديالكم فضغيا غدي خمروا لكم خمسة دقائق كما كتشوفوا الحجم ديالهم تضاعف نتقبهم وندخلهم يطيبون بالنسبة للطياب فالفران خصي يكون مسبقا مزخن مزيان على درجة حرارة ميتين كان دخل طوال وسط مشعول عليها من الفق ومن تحت وكان خليها حتى قيطيب وكيتتحمر معنا بهات الشكل هذا فتيقوني كيجي مفشفش من الداخل ناجح من أول جريبة السر هو أن العجينة تكون رخوة تخلطوها مزيان وتعطيوها الماء الكافي ديالها وتكون العجينة رخوة باش تخليولي هالمجال فين تطلق وفين تدلق راسها براسها شوفوه كيفاش كيجي من الداخل يعني يمتقب ومفشفش يعني واحد الخبز اللي تبارك الله تقدروا تاكله بوحده مع آتيه ما تحتاجوش معاه الأكل في الأخير كان بغي أنني نشكركم على المتابعة ديالكم الفيديو وإن شاء الله هاد الخبز فهو من أنجح أنواع الخبز يعني السر إلى تبعته به الطريقة اللي وريدكم فأكيد غضعتكم واحد الخبز عمركم ما تنسوه إن شاء الله وبدأ وغد يكون عندكم معتمد تهلوا فرصكم إلى فيديو قديمة إن شاء الله ونتمنى منكم كذلك أنكم تشجعوني تهلوا فرصكم إلى فيديو قديمة إن شاء الله